معي من القاهرة دكتور عمار علي حسن الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عمار إذن نتحدث عن مناطق عدة استهدفت نتحدث عن أنواع عديدة من الوسائل أسلحة بيضاء وأسلحة وقذائف ويحكى أيضا عن تنسيق محتمل بين المتطرفين في مصر لتنفيذ كل هذا ما الذي يحدث وإلى ماذا يمهد؟ مصر دخلت الموجة الخامسة من الإرهاب منذ إسقاط حكم الإخوان ولا تزال هذه الموجة جارية وسارية اعتادت مصر في الموجات الأربع السابقة أن تعيش حالة من الإرهاب على هذا النحو عدة سنوات يعني الموجة السابقة امتدت من 1988 وانتهت سنة 1997 تسع سنوات كاملة من العمليات الإرهابية المتواصلة في مصر وبشتى الطرق وبوسائل مختلفة وشارك فيها عدة تنظيمات الآن أيضا مع ظهور التنظيمات الإرهابية المعاولمة القاعدة ثم داعش وأيضا ظهور بعض الجماعات والخلايا الجهادية والتكفيرية الصغيرة علاوة على ما يسمى الزئاب المنفردة وهم الأشخاص المتأسرون بهذا الفكر التكفيري أو ما لديهم صأر مع الدولة الوطنية أو مع المجتمع أو يكفرون الآخرين المختلفين معهم في الموقف السياسي كل هؤلاء يشكلون جنودا في هذه المعركة التي يخوضها الإرهابيون ضد الدولة وضد المجتمع المصري طيب كيف هي اليوم التعامل من قبل قوات الأمنية مع هذا الموضوع إلى أي درجة بالأيام الماضية دمر أوكال المسلحين بسيناء تم اختطاف العديد ومازال تخطيط لتنفيذ عمليات أخرى أيضا وهل هذا على قدر موجة الإرهاب هذه اللي قلت إنها الموجة الخامسة نعم على هذا القدر وهي موجة دارية بدون شك والجديد فيها أن الموجات السابقة كانت تقف عند حد قوات الشرطة ثم الاعتداء على مؤسسات الدولة أو على المسيحيين أو على بعض الكتاب والمثقفين الذين يكتبون ضد الطيار التكفيري والإرهابي لكن هذه المرة وصلت إلى الجيش المصري لسيما في سيناء الأمر الذي يجعلها مختلفة من هذه الدرجة السمن الذي يدفع نعم ليس بالقليل لكنه حتى الآن ناجح في عدم تحقيق الأهداف التي يصب إليها الإرهابيون وهي إيجاد منطقة أو بقعة جغرافية للتمركز عليها ثم إعلان إمارة عليها كما حدث في العراق أو في سوريا أو في ليبيا طيب وتتعرض مصر كما قلت منذ سنوات أكثر من أربع سنوات للإرهاب ولكن اليوم نتحدث عن أسبوع الإرهاب الأسود الأسبوع هذا في مصر إلى أي درجة نربط ما يحدث الآن؟ يعني لماذا الآن هذا التزايد في الهجمات بخسائر بخسائر عدة نتحدث عنها إن كان في ليبيا في سوريا في العراق خسائر التنظيمات الإرهابية أنا أعتقد أن هناك تغير حصل في الموقف الإقليمي على الأقل لما رأيناه من موقف بعض دول الخليج ومع مصر من قطر والحديث عن مكافحة الإرهاب وحديث الرئيس رمب عن هذا الاتجاه وتفهم العالم إلى أن العالم العربي يتعرض لموجة إرهابية قاسية وإدراك الكثير من الدول الغربية أن اللعب مع التنظيمات الإرهابية والتكفرية ليس مأموناً وليس مضموناً لأن الإرهاب ضربها في عقر دارها في أوروبا وفي الولايات المتحدة أعتقد أن كل هذه عوامل أدت إلى الضغط على تنكة الضنظيمات كما رأينا حرات الموصل وهرب أعضاء التنظيم من العراق هناك اتجاه لتحرير سوريا أيضاً من الدواعش في ليبيا هناك ضغط شديد عليهم من قبل الجيش الليبي المكون جديداً وحديثاً بعض هذه العناصر تحاول أن تنتقم قطعاً من الساحة المصرية نتيجة أن مصر تلعب دوراً كبيراً لسيماً فيما يتعلق بليبيا في مواجهة تلك التنظيمات التكفرية ومحاولة التصدي لها كل ذلك أدى إلى تلك المجدارية وجدناها مختلفة بعضها ضد الجيش وبعضها ضد الشرطة وعادوا مرة أخرى إلى محاولة ضرب السياحة التي أخذت في الانتعاش الاستهداف من الاقتصاد المصر أنا أشكرك جزيلاً على هذه المشاركة معنا دكتور عمار كنت معنا من القاهرة دكتور عمار علي حسن الخبيب في الجماعات المتشددة